بالعلم بل بالأدب تنهى لأعلى الرتب عشت حالات العلماء وقرأت صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الأحبة إلى برنامجكم البدعة الإضافية الذي نناقش فيه كما فعلنا في حلقات سابقة موضوع البدعة الذي كثر الحديث عنه والأخذ والرد فيه وكنا قد تكلمنا عن مسائل كثيرة ووصلنا وإياكم إلى الحديث عن الترك وبينا في الحلقة الماضية أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أسباب كثيرة وأنه ليس أمامنا خيار واحد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك الأمر لكونه بدعة أو لكونه منهيا عنه بل قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته فعله أو يتركه رأفة بالأمة أو يتركه حتى لا يفرض أو يتركه لعلل كثيرة بكرناها فيما مضى ونحب أن نقف في هذه الحلقة مع قضيتين أو نقطتين النقطة الأولى بعض أقوال أهل العلم التي تفيد هذا المعنى والأمر الثاني الأدلة التي يمكن أو يمكن أن يستدل بها على هذا الأمر أولا فيما يتعلق بأقوال أهل العلم تأملوا معي قول الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عندما قال عن مسألة العلاج بالكي قال وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا من الأمور فإن فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر يدل على أن هذا الأمر جائز لأنه لو لم يكن جائزا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الجائزات فكيف نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل شيئا أن هذا الشيء يجب علينا أن نفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجموعة من الجائزات وفعل مجموعة من المستحبات وفعل مجموعة من الواجبات فإذا لا يمكننا أن نقول بأنه فعله إذا هو واجب لا قد يكون فعله وهو مستحب وقد يكون فعله لأنه جائز يجوز أن يفعل فالفعل لا يدل على الوجوب والترك الذي هو مقابل الفعل عندنا فعل للشيء وترك للشيء يقول الإمام الحافظ بن حجر قال وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله على أن تركه أرجح من فعله لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأن هذا الشيء مما يجوز تركه أو ترك هذا الشيء لأن هذا الشيء يستحب تركه أو تركه لأن هذا الشيء يجب تركه إذن عندنا احتمالات فكيف نستطيع أن نلغي هذه الاحتمالات ونعين واحدا منها ونجعل هذا الشيء دائما هو الذي في الواجهة هذا الشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجب علينا أن نتركه هذا الشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو بدعة لا يجوز أن يفعل هذا الحصر وهذا التضييق لم يكن معروفا عند العلماء وعند آئمة الإسلام يقول الإمام الحافظ ابن حجر أيضا كما في الفتح يقول قال ابن بطال والإمام ابن بطال له شرح على صحيح الإمام البخاري وهو من كبار آئمة الحديث ومن كبار علماء المالكية يقول قال ابن بطال ودل ذلك وهو الآن الحديث هذا الكلاء السطرين التي سأتلوها عليكم فيما يتعلق بجمع القرآن قال قال ابن بطال ودل ذلك على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجرد عن القراء وكذا تركه لا يدل على وجوب ولا تحريم أي فعله لا يدل على وجوب وتركه لا يدل على تحريم إلا إذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء احتفت به قراء يعني علامات وأدلة وبعض الأشياء التي يمكن أن يستند عليها التي تفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشيء لكونه ممنوعا أو عندنا قراء تدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء يدل على أن هذا الشيء واجب فهنا نحكم على فعله بالوجوب وعلى تركه بالتحريم بسبب قراء أخرى أما مجرد الفعل فلا يدل على الوجوب وأما مجرد الترك فلا يدل على التحريم يقول رحمه الله يقول وقد فهم عمر أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمعه أي جمع القرآن لا دلالة فيه على المنع ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه تأملوا هذا الكلام الرائع الجميل يقول الإمام الحافظ بن حجر يقول لم يفهم عمر من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لجمع القرآن المنع من جمعه ولهذا عمر أشار على أبي بكر بأن يجمع القرآن خشية أن يضيع فجمع القرآن في مصحف واحد يقول وليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه أي ليس في القرآن ولا في السنة ولا في العقل والنظر والمنطق الصحيح ما ينافي هذا الفهم الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه الإمام إبراهيم بن مفلح يقول ووجه كراهة التطوع قبلها أي صلاة العيد وبعدها ما هو صحيح مشهور أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وفيه نظر لأن عدم الفعل لا يدل على الكراهة لأن عدم الفعل لا يدل على الكراهة عدم الفعل لا يدل على الكراهة فكيف يدل على التحريم إذا كان لا يدل حتى على الكراهة فكيف يدل على التحريم ثم يقول وترك المستحبي لمستحب أولى منه لا يدل على أن المتروك ليس بمستحب إلى آخر كلامه يقول الإمام عبد الباقي الزرقاني المالكي يعني كما نلحظ هذا عالم كبير مالكي وقبله عالم كبير الإمام بن مفل حنبلي وقبله الإمام الحافظ بن حجر عسقلاني شافعي وقبله الإمام أبو جعفر الطحاوي حنفي انظروا إلى توارد هؤلاء العلماء على تقرير هذه القضية كلهم يصبون في مصب واحد وفي بوتقة واحدة يقول عبد الباقي الزرقاني المالكي قال الزواوي وهو من كبار علماء المالكية والترك لا يدل على المنع والترك لا يدل على المنع لأنه قد يكون لا لمعنى من المعاني أو لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت أو لمعنى عادي أو طبعي يعني أن الترك قد يكون له أسباب كثيرة باعثة عليه ويقول الإمام منصور بن يونس البهوت الحنبلي رحمه الله يقول وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإنه قد يترك المباح فإنه قد يترك المباح ومثل ذلك لإمام الصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء لو حاولنا أن ننظر ما هي الأدلة التي تمسك بها هؤلاء العلماء على أن مجرد الترك ليس دليلا على المنع تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قسمت الآية إلى ما آتاكم الرسول يعني ما أمركم به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب وما نهاكم عنه أي نهي تحريم أو نهي كراها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن شيء لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه وإنما فقط النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إذن هو ليس في باب الأمر ولا في باب النهي لا نستطيع أن نجعله في باب المنهي عنه لأنه لو كان في باب المنهي عنه لكان وما نهاكم عنه لا يحتاج إلى نهي بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله سواء نهان عنه أو لم ينهان عنه يكون ممنوعا وهذا ليس صوابا لأن الآية كما قلنا قسمت الأمور إلى مأمور به وإلى منهين عنه يقول العلم الألوسي المفسر يقول واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر وهذا واضح في ما نحن بصدده تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا قال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ولم يقول وإذا تركتوا الشيء فتركوه لأن يقول وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا أو فدعوه فلو كان مجرد الترك دليلا على النهي لا محتجنا إلى أن ينهانا صلى الله عليه وسلم بمجرد ما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني إذا هذا الشيء يجب أن يترك لكن هذا ليس صوابا لا يدل على المنع إلا أن نهي تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني يقول إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض لكم فرائضا فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء يعني لم يأمركم ولم ينهكم وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها لو كان مجرد أن الشيء لم ممنوع هذا الشيء بدعة ليش بدعة لأنه ليس هناك دليل يأمر به لو قلنا ذلك لما كان في الحديث هذا امتنان الحديث هذا قسم لنا الأمور إلى ثلاث دوائر دائرة الأولى دائرة الأمر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فانتهوا ما ترك فيه لا فيه لا أمر ولا نهي هو توسع من الله عز وجل يعني لم يأمر الله به ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الله به ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر توسع هذا مسكوت عنه هو توسع من الله عز وجل فكيف نقول كل شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه إذن هو في حيز ما نهى الله عنه إذن أين ذهبت هذه الدائرة التي في الوسط التي هي دائرة المنة فهذا دال كما ذكرنا على أن الترك ليس بدليل ولا بحجة على ذلك وبهذا يتضح لنا من خلال أقوال أهل العلم ومن خلال هذه الأدلة أن الترك الذي ليست هناك قراء محتف به ليس دليلا على المنع وبهذا يتضح لنا أيضا أن التوسع في التبديع بحجة أن هذا الشيء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهد السلف هذا ليس صوابا وسنقف إن شاء الله في حلقات قادمة على مسائل وأمثلة كثيرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أبو بكر وفعلها عمر ومسائل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أبو بكر ولا عمر وفعلها عثمان ومسائل لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وفعلها علي قد يقول قائل طيب هذا إذا فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذن هذه من سنة الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين سنقف على أمثلة كثيرة لم يفعلها الخلفاء الراشدون وفعلها غيرهم من الصحابة وسنقف على أمثلة كثيرة لم يفعلها الصحابة لم تنقل عنهم وفعلها التابعون وعلى أمثلة لم يفعلها التابعون وفعلها أتباع التابعين فالأمر فيه ساعة كبيرة والتضييق في هذا الأمر إنما يأتي بسببي عدم إدراك حقيقة ينبغي أن تكون واضحة في هذا الجانب وهو أن الأمور الجديدة الحادثة لا تعرض على الترك وإنما تعرض على قواعد الشريعة تعرض على قواعد الشريعة فما كان موافقا للشريعة قبلنا وما كان مخالفا للشريعة رددنا ما كان داخلا تحت قواعد الإيجاب فهو واجب وما كان داخلا تحت قواعد التحريم فهو محرم وهذا الأمر مضبوط يعني دلائل التحريم القواعد التي من خلالها نستطيع أن نحكم على شيء بأنه محرم قواعد معروفة مضبوطة عند علماء أصول الفقه وعند الفقهاء والقواعد التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الحكم بوجوب شيء ما أيضا قواعد الإيجاب واضحة ومعروفة ومسالكها محددة فينبغي أن تكون هذه القضية واضحة لو اتضحت هذه القضية لحدث للناس سعة من أمرهم وبصيرة في شأنهم ولما توسعوا في إطلاق التبديع والتضليل لإخوانهم وخاصة أن هذا التبديع والتضليل في الحقيقة لا ينصب على فلان وفلان سيأتي معنا يعني إن شاء الله عز وجل نتوسع في أمثلة أخرى لكن يعني كشيء من التوضيح في هذا يعني المثال قد نجد العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية يقررون أمرا ما ونجد شخصا من المعاصرين يحكم على أن هذا الأمر بدعة لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله دون أن يعرف قواعد الشريعة دون أن يعرف مسالك الاستدلال دون أن يعرف المناهج العلماء فقط اعتمادا على مجرد الترك من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور أو لشأن من الشؤون فهذا لا شك كما قلنا مسلك خاطئ وبهذا إن شاء الله تعالى نصل إلى تمام الحديث عن حجج أو عن كلام أهل العلم في أن الترك ليس بحجة وما استدل به عليه وإن شاء الله تعالى إن يسر الله سنتحدث في حلقة قادمة عن الذين قالوا بأن الترك دليل وما حججهم وكيف نناقشها نناقشها ونصل ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عشت حياة العلماء وطرق صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفا كأن تخرج من دنيا الوراء بالحسبي بل العلمي بل بالأدب اشتركوا في القناة